الإسلام هو الحل هكذا يقولون لكن ما هي المشكلة لكي نتحدث بعد ذلك عن أي حل عليه نتسأل علينا أن نعرف أولا أبعاد وبنية هذه المشكلة وكيف لنا أن نفهمها ونفككها ونعرف أبعادها حتى نستطيع بعد ذلك تجاوزها نستطيع إثر ذلك خلق ثوابت جديدة أو قضايا كفيلة بأن تفتح لنا أبواب العقل العربية المغلقة بالتالي على أبواب المستقبل هذا السؤال سنناقشه ولكن قبل هذا علينا أن نعرف بأن هذا الإسلام هو نفسه المشكلة في الحقيقة وأن الواقع الذي مر عليه 1500 عام هو الذي يكذب هذا الدين وهذا الإسلام الموروث الذي اتضح بأن الواقع هو أصدق منه بكثير فقد أثبت الواقع وقدم البراهين الدامغة على أن هذا الدين الموروث لم يعد نافعا ولم يحقق ما يعد به إنما نحن مجرد أناس ما زلنا نحلم ونعيش في الصورة الوردية التي رسمها رجال الدين ليس عن هذا الدين إنما عن الدين الخاص بهم فبعد ذلك أدما اتضحت الأمور الآن كما يعرف الجميع من خلال وسائل التواصل والأعمال التي يقدمها العشرات بل مئات الناشطين لنبشوا التراث الإسلامي بالكامل واتضح أن الصورة التي رسمها لنا رجال الدين مختلفة إلى حد بعيد جدا عن الصورة الإساسية بالتالي لو قلنا أن الدين هو الكاذب وأن الواقع أصدق بكثير من هذا الدين الذي أورثونا إياه فلن نكون حينئذ خاطئين أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته أبدأ بمقولة شهيرة لإيمان ويل كان قال قل هم الذين أفلحوا في التخلص بالعمل الخاص لعقولهم من حالة الوصاية والمشي على الرغم من كل شيء بخطة ثابتة لكن أن يتنور جمهور ما بنفسه فهو أمر أقرب إلى الاحتمال بل أن ذلك حتمي شريطة أن نمنحه الحرية أستشهد أيضا بمقولة أخرى لصديقي ستار عبد على الفيسبوك نشرها قبل أيام قال فيها أن اليقين يؤدي إلى التعصب والتعصب يؤدي بدوره إلى التطرف أما الشك فيؤدي إلى المرونة وبالتالي المرونة تؤدي إلى ماذا إلى أمر مهم جدا وهو الاحتدال وعليه فأن التشكيك في الأسس والمفاهيم والجذور التاريخية لهذه الأسس والمفاهيم هي تشكل أول خطوة في استقلال العقل وفي حرية هذا العقل وإلا فسنظل تابعين إلى الأبد وخاضئين لهذه الوصاية بتالي نحن نحتاج إلى التنوير تنوير يوقد شعلة العقل والحرية الذي هو كما نعرف خروج من القوالب الجاهزة والغسيل المستمر لأدمغة الشعوب وفضح لكل من يقول بهذه العقول ويسحقها ويدمرها بحجة وجود المقدس الفارغة والتي يتحججون بها بالصغيرة والكبيرة هذا يشكل في الحقيقة ابتزاز بشأ ولا أخلاقي في كل المقاييس وكل المعايير بالتالي أنا أقول أن تقدم أي شعب هو في مواجهة تناقضاته وبعد ذلك تخطيها أي أننا علينا أن نعتر بأن لدينا تناقضات كبيرة جدا على جميع المستويات تناقضات في الرؤية في المنهج في التراث في السرديات التاريخية في الدين نفسه كل التناقضات في تناقضات نحن أيضا متناقضون حتى مع أنفسنا بالتالي علينا أن نكشف أو نواجه هذه التناقضات ونتخطها بدلا من أن نتبع ما أسميه ثقافة الاشتناب هذه ثقافة الاشتناب هي التي دمرتنا والتي أدت بنا على نص لا ما نحن فيه وستؤدي بنا لا ما هو أسوأ من هذا بكثير المسألة ليست أنني أنا لدي رغبة بأن أدعو إلى التنوير أو أدعو إلى كذا وكذا أنها ليست مسألة رغبة شخصية إنما هي مسألة تحذير من مستقبل مظلم ليس لنا فقط بل لأولادنا لأحبتنا للشعبنا بالكامل لإنسانية كلها نحن الناس خطرين في كل المعاني سواء خطرين مع أنفسنا أو خطرين مع عوائلنا خطرين مع مجتمعنا خطرين على الإنسانية بأكملها ونحن بهذا نتحمل مسؤولية أن نتصرف وأن نواجه تناقضاتنا ونتخطاها المهم نعترب بوجود تناقضات هذه المسألة الأساسية علينا الأساس أن نتقبل وجود هذه التناقضات ولكن ماذا نفعل نحن نحن لا نعترب بوجودها أصلا بل نحن نقوم بشيء أسوأ من هذا بكثير ونحن لا نكتفي بأن نستسلم لهذه التناقضات بل نحارب من أجلها نجند أنفسنا جنودا لكي نحارب كل من يحاول أن يكشف لنا هذه التناقضات ويقول لنا هذه التناقضات وعلينا أن نجد حلا لها فإلا إذا لم نفعل هذا اسألوا أنفسكم كيف كيف نتقدم نحن بالحقيقة نتراجع بل نحن نتورم لا نخطو خطة واحدة أو لا يظهر شخص أنه يحاول أن يراجع أو يخطو خطة واحدة بسيطة إلى الأمام إلا وتهب عليه الأمة العربية الإسلامية وتكسر سيقان كل من يتحرك من بيننا من أجل أن يحدث نوعا من التغيير نحن بالتالي شعوب نشأت في أنظمة شمولية قاهرة قهرية استبدادية وتحالفت مع دين استبدادية أكثر منها بكثير بل أن هذا الدين هو استبدادية حتى على هذه الأنظمة أن هذه الأنظمة هي جزء تابع لهذا الثقافة الدينية التي تشكل شكلت وعينا وبرمجت عقولنا الحديث بايدا الحديث عن وجود أن السياسيين والسلطات الحاكمة هي التي تتحكم بالدين وهي التي حرفت الأنظار لا بالعكس السياسيين مجرد يعني أنا سميهم خاتم في أصبع رجل الدين ربما السياسي يظهر لمدة سنة عشرة عشرين ثلاثين لكن التيار الجارف والتيار الديني المسيطر على الأرض الذي أدى قائد الجماهرية كاملة هو هذا الذي يخلق العقول ويبرمج العقول ويحجب العقول وليس يحجبها رجالا ونساء المهم هذا إحنا شعوب بالنتيجة نشأت في أنظمة شمولية سواء على المستوى العملي وحتى على مستوى النظري على مستوى الثقافي أيضا إحنا خلونا نشعر بأن هناك عالمان فقط واحد أبيض والآخر أسود فأما هو أبيض أو أسود أما نور أو ظلام أما خير أو شر معروف أو بنكر فهذا هذا المنهج المشكلة مو أنه يجري تطبيق يعني طلع من من النبع الديني أو من مصدر أو النص النص الديني والموروث الديني والتشر بكل على جميع الأصعدة وحتى بعض الأحيان لا يبدو أنه لألاقة بالدين لكنه صارت جزء من ثقافتنا العامة والتي نصرف بها هذا المنهج بالتالي يجري تطبيقه في كل مكان يعني بدءا من أعلى مراتب السلطة إلى نزولا إلى الشارع وحتى داخل البيت نصرف بهذه الطريقة يا بيض يا سود يعني أي أنها كما قلت أنها مو بس بالدين الدين طبعا هو سيد هذا المسألة هو المنبع الذي صدر لنا هذه الرؤية التي التي لا تعرف شيئا إلا جنة والنار وإلا أنت يرمونك فورا في قعر الجحيم أو يرمونك في قعر الجنة ماكو حالة وسط هذا الشيء اللي يعني أصاب أصاب الحياة أو عطل الحياة وأصاب كل شيء في داخلها طبعا المشكلة كيف تتضح أن تشاهد هناك حركات سياسية مثلا تدعي التنوير وتدعي لأنها تدعو للتغيير لكنها بالحقيقة أنه يهاجموك مجرد أن تنتقدهم أو تقول شيء حتى التنويرين بعض التنويرين يهاجموني أحيانا كل واحد يريد يصير نبي أو يشعر أنه صار نبي وراح يدعي بأن الوحي هبط عليه بالتالي كيف لنا نتحاور كيف نكشف نكشف هذه البنية الثقافية العربية المغلقة اللي وخلينا ننتقل يعني نطلع من هذا يعني كل واحد من أدنا شين المشكلة هي أنه هؤلاء يعتقدون بأنهم يجددون ويتحركون ضمن هذه البنية من لا يتخلص من هذا المأسقة وهذا القصور العقلي ويشعر أنه أدى شيء خطير لكنه في الحقيقة لم يؤدي شيء هو ما زال داخل هذه البنية المغلقة ويتحرك داخلها أو بين طبقاتها ويعتقد بأنه يعني جاب ذيب من ديله هذا أحنا في هذه الطريقة يعني رح نتوهم يسمونه يسميه تنوير الكاذب أو التنوير المخشوش أو المزيف علينا أن نفهم أنه القضية أنه لابد أن نستعيد أو نراجع الأسس بالكامل الأصول بأكملها نراجعها بدون خشو وبدون أي مقدسة نرفع المقدسات جميعا عن طريقنا ونحاول أن نواجهها ورح أقدم عوامل أو أسس هذا التنوير ومفاهيمها الأساسية أنا قدمت عدي حلقتين الثانية والثالثة عن ما التنوير الآن هذه إضافات جانبية على الموضوع الأساسي لكن بها إضافات مهمة وراح أجمعهم كلهم سوية وبعد ذلك أقدم مشروع متكامل حول التنوير وعليه فأن المهم هو الخروج من هذه الدوامة يعني دوامة الفكرة يعني فكرة الدين بشكل عام لأنه الدين بأكمله وعبارة عن مجموعة أفكار سواء نص مقدس أو غير مقدس أو الفقه كل النصوص الإسلامية بشكل عام هي أفكار فعلينا أن نخرج من هذه الدوامة العودة على النص إحنا الحياة أكبر من أي نص علينا أن نعترف بهذه الحقيقة لا يوجد نص أكبر من الحياة الحياة أكبر من أي نص وأكبر من أي فكرة فمهما كانت هذه الأفكار مهما تحججوا بأنها مقدسة فعلينا أن نفهم بأن وضع قالب أو وضع حجاب القداسة حول الأشياء هذا مسألة الآن أصبحت معيبة ولا تليق بالإنسان المعاصر أن تضع لحجاب المقدس من أجل أن تصون هذه الفكرة أو هذه القضية التي تحاول أن تطبقها على الناس بالقوة وبكل السبل فهذا أمر معيب ولا يشرف أحدا المهم بالتالي إحنا علينا الآن أن نتحرر من هذه المذهبيات المطلقة يعني يقول لك هذه جاية من السماعة السابعة أو العاشرة حتى إذا كان جاية من السماعة السابعة أو العاشرة فأنا ما أحتاج أنا على عين وراسي نصك مقدس لكن ما كو ربط منطقي بين كون الشيء مقدس وأنني مجبر أو أرغم على طاعته أو اتباعه لا علاقة بين الأمرين هذا افتراض موجود أدت جميع يبدو علينا أن نضع له حدا أنت تتحدث عن شيء مقدس على عين وراسي لكن هذا المقدس فليقول ما يشاء لا سلطة له علي ما دمت أنا إنسانا حرا لي الحق بأن أفعل ما أشاء وأقرر ما أشاء وأمارس حريتي كما أشاء وأيضا من حق الآخرين أن يمارسون حريتهم وحريتي تنتهي عندما تنتهي حرية الآخرين أما تأتي أنت وتفرض علي النص المقدس فهذا أمر لا يجوز بعد الآن ويجب أن نضع حدا لهذه المسألة وعلينا أن ندرك بأن هذه المسألة ليست مزاجية إنما هذه العلاقة يعني تأسس مدماك أو تأسس أساس حجر الزاوية التي سيقوم عليها صرح المستقبل الإيمان بالإنسان وحرياته وحريته وليس بالعقاد أي كان نوعا هو هذا المعيار الأساسي الذي يجب أن يسود هذا معنى شنو معنى أن الإنسان لا يحتاج بعد الآن أن يتسامح مع الآخرين أين كانوا أنا ما أحتاج يتسامح مع الآخرين هذا إذا رجعنا للتنوير هذا مو تنوير فبالتالي أنا أتسامح عليك على إيساس هذه التسامح هذا مفهوم متغطرس لا نحتاجه هو شهادة على وجود وصاية وإذا ما توجد وصاية فمعناته أكو سلطة وبالتالي أكو ناس عاجزين عن اعتماد على أنفسهم فكريا وأيضاً هذا معنى أنه لا سنقول بهم كما نشاء هذا أمر معيب لدول العالم تجاوزته في الأطفال في المدارس لا يحق لأحد أن يغسل أقولهم ويسيرهم كما يشاء هذا أمر للمقدسات الآن بالمجتمعات البشرية المتطورة وسيصبح معياراً في كل مكان بالتالي التسامح مع الآخرين أو فكرة التسامح أين كانوا هذا متنور هذا من حق الإنسان يمارس حرية الخاصة ويعتمد على نفسه ويستغنى عن الآخرين وإلا فأنه لن يتخلص من وصايتهم يعني حتى أكو كانت عنده فكرة من هذا النوع أي معنى وإن كانت بالتالي يجب علينا أن نضع حد لبرمجة العقول في الجوامع وأينما تثب الآن أن يكون سعار سعار ديني هذا السعار يجب أن يوقف عند حد ويجب أن نفهم بأن العملية مريبة ويجب أن نتصرف حتى أنت متدين يجب أن تشعر بالخطر يعني على عين ورأس أنت متدين ومؤمن إلى أبعد حد لكن لا يجعلك هذا التشك بنواية وبنزاهة من يفعل هذا الشيء لماذا 24 ساعة دين لماذا دين 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 تخرج إلى الشارع تنزل من السيارة تدخل إلى المدرسة تدخل إلى البيت تفتح التلفزيون تفتح الإنترنت حتى تسوي بحث عن أي موضوع يطلع لك 50 موقع كلها يتحدث لك عن الدين هكذا قال الإسلام في خضية كذا يعني اليوم ما طلبت شيء التنوير كتبت التنوير هسا يعني قبل أريد أطلع أتحدث بهذا البث الحي فكتبت التنوير تطلع كلمة طلع لي 20 مقالة أول صفحة بالصفحة الأولى طبعا أنت تطلع بالصفحة الأولى بجوجل بالبحث هاي مسألة عليها تدفع أموال أنا عندي خبر في هذا الموضوع يعني تدفع فلوس لجوجل على موقع أدوارد أدوارد جوجل هذا تدفع لفلوس آلاف تدفع يومية إليه فهذا شون تطلع أول 20 اختيار يطلع كل إسلام إسلام ويب لو إيراني لو دعم إيراني لو دعم سعودي وخليجي شون صارت هاي فبالتالي هذا الأمر معناته هناك عملية غسل وبرمجة للأقول وفرمة للأقول أيضا والهدف أنه دائما نحقنها بهذا السم الزعاف السم السرديات الماضي التافهة التي هي عبارة عن بحار من الدم والقتل والسلب والنهب وكل ما هو سيء ما احترام هذا تاريخ مضى لكن ما مضى لأن هؤلاء يريدون تطبيقه وجاي يشحنون الناس ويغذون هاي الأقول الشباب الآن ملايين ضحايا هل هؤلاء يجب انقاذهم لأن هؤلاء أكو عملية تدمير تدمير لمستقبل البلدان وشحن هؤلاء وتحويلهم ناس دولة بدون أي دفاعات يعني إحنا كنا في زمننا كان أكو ضغط علينا لكن كنا من الوعي والقدرة على مواجهة هذا الأمور ولكن وحتى هؤلاء الشباب الآن هؤلاء الشباب الآن عزل تماما عزل تماما يعني ما عنده وقع سابق أنت تجي تستلم بالكامل ويستلمون من الصغر بالجوامع بكل شيء هذا جريمة كبرى وهؤلاء الآن كل واحد منهم يحلم ببطولات خالد بنوالي وأقببنا مدرمينو وأقببنا نافئ وسعد اللي هم كل بطولاتهم اللي قتلوا بها ملايين فبالتالي هاي الجريمة الكبرى اللي قطع صلة ملايين شباب بالحاضر شيء لا يمكن غفرانة حتى من قبل المتدينين يعني لا يعني مسألة مو مسألة أنه أدي موقف أو أدي توجه ما أو أدي دعوة ما أو أحرض الآخرين لا أنه عليك أن تنتبه وترى أن هذه مسألة خطرة على الأقل لا تساند على الأقل لا تقف معهم على الأقل لا تضع لايك على ما يفعلون لا تشاركهم في هذا إذا كنت مثلا في وضع صعب هؤلاء يتحدثون عن الصحابة وأن هؤلاء هو النموذج الأكبر ويجعلهم ينسون أن هؤلاء هم نفسهم اللي يوميا يسرقونهم ويبتزونهم ويغبنون حقوقهم ولما تقتل فتاة في الشارع بتقتل قضية جنائية عادية ويقولون عنها كانت أريانا يعني يطعنها 17 طعنة ويخرجون يدافعون عن هذا الطفل الشابة الجميلة لطيفة نير أشرف يجون يدافعون ما معنى هذا أنا لا أحتاج على هؤلاء أحتاج على أنه هذا عملية تشويه خطيرة جدا وكارثية بالمناسبة الآن هؤلاء سيطلعون بعد ذلك أي فرصة لظهور داعش جديدة سيطلعون هؤلاء بالآلاف كيف تتخلصون منهم كيف تتواجهونهم ثم بعد ذلك يقولون لا أنه هؤلاء إرهابيين من زرع الإرهاب من أفسد أقول الناس هذا هو الفساد الحقيقي عندما تجي وتطلع وتقول يا بطر أكو مشكلة يقول لك لا أنت كافر وأنت ملحد وأنت علمان أنا متى عايقناتي كلها متى أقول لتاني علماني متى أقول لتاني ملحد ما لأ مجرد أفكك وأحاول أفكر وأطرح أشياء تحاول أن تفكك الأمور وتحللها وتحاول تفهم ما يجلي لأنه كل مشاكل نهاية مشاكل هنا عندنا مفاهيم غلط عندنا سرديات غلط عندنا رموز وقضايا يعني هذه الرموز المقدسة مالكنا كلها رموز مزيفة والتاريخ غلط وهذه ومحصلة كل ما عندنا وهو مجموعة رموز وسرديات وقصص وأساطير وحكايات كل هذا مفاهيم غلط مزيفة فبالتالي هؤلاء اللي يطلعون لك بالجوامع ويلقون هاي الخطب الطويلة العريضة هم مجموعة من المتخلفين مجرد يرتدي عمامه ويتحدث هو شخص جاهل ويتحدث بطريقة يحرض الآخرين على العنف والإرهاب هؤلاء يتحدثون عن الفساد مو بمعنى الفساد الطبقة الحاكمة أو فساد هم من الرجال الدين أنفسهم ولا يواجهون أي قضية لها علاقة بالفساد الإداري والاقتصادي والتعليمي والفساد جميع النوع لا هو يقول على الفساد الأخلاقي لأنه رخيص لأنه يحرض الآخرين على مسألة أخلاقية مسألة الشرف وما الكلام الكرامة لكنه لا يذهب إلى قضايا الفساد لأنك يخسر لأنه هو حليف مع المافيات الفساد الأساسي هو واحد من حلفائهم لماذا يتغاضى عن هذه المسألة لأنه يريد هذا يغطى على الموضوع الأصلي وهو هذا الفساد الأخلاقي الكبير وكلنا نعرف الحقيقة لكن من شدة الضغط والتكرار يوم يخلونا دائما ننسى الموضوع الأساسي ويغشونا بهذه المسألة هذا نفس الذي يتحدثون الآن 24 ساعة يشوفون بالفضائيات يتحدث لك عن العلم والعلم والعلم ويجب أنه العقل وإعمال العقل هو لا هو بالعكس هو عدو العقل وعدو الألم هو ما يقصد يقصد العلم مالتن هذا العلم التافه مالتن أنه بحث بالرجال وعلم أصول الحديث وأنه هذا الحديث كذا ومشكلة كذا هذا هذا علميش هذا بماذا ننتفع من هذا العلم وبالأخير يطلع لك السند والمتن ما هو المتن كيف تأكل كيف تشرب كيف تبول هل أن هذا العسل هو مفيد للصحة أو لا هي هاي قضيتنا يعني هل هذا علم هذا فهذا علوم مزيفة بدل ما يقول تعالوا تبعوا علوم التربية الحديثة علوم النفس الحديثة آخر صيحات العلم آخر اكتشافات كيف نجعل الناس تطور كيف تتحضر هذا ما أتم دور إلا النصح المزيف بحجة أنه يعني حتى المظلوم يعني ما يقفون بصفة يقول لا أصبر يعني يعني وعادة صلاطين على الورد يتحدث يقول لك أن قام الشريف بأمر ما قالوا غفور الرحيم وأن أقام الفقير أو قام بخطأ قالوا عليه الشيطان الرجيم أنه الفقير يقال عليه أنه من يسوي خلط يقولون يقيمون عليه الحد وأما الشريف إذا أفست فيقولون رحمة الرحيم على كل حال يا الفكرة هؤلاء لا يتحدثون عن التقدم والتطور بل التراجع والنهل من ما يسمى من حكمة الصحابة العظيمة اللي هم قتلوا بعضهم البعض وليدعون بأن هذا هو الإسلام الحقيقي الذي يجب أن نعود له هذه الكذبة وهذه الصورة الوهمية التي صنعوها في داخلنا هي اللي يجب أن نفكيكها وبالتالي لازم أصف المشكلة أولا قبل أن أباشر بوضع يعني تحليل ما يجري بالكامل مبدئيا وأن الحقيقة الراسقة التي لا تقبل الشك بأن الدين الذي نحن عليه حاليا هو نتاج الماضي وهو يشكل الجزء الأكبر من التراث أو الموروث المكتوب والذي يعني تعمق أو ترسق تطبيقات هذا الفقه من خلال مؤسسات المجتمع الدينية على اختلافها مثل حتى الأزهار قوم القيروان النجف هذه الأماكن هي التي بث هذا التنوير أو النور الديني على الجميع صار لها ألف سنة وهذا النور وضع أنه الآن نحن في أحسن حال كما ترون يعني هذا يؤكد بأننا جميعا نستمد معارفنا من هؤلاء أننا معارفنا بأكملها معرفة دينية نستمدها أما عندما نولد من الأب أو الأم أو الأخوة الكبار وبعد ذلك نستمدها من جماعة المصلين وهؤلاء لديهم شيوخهم وكذلك هؤلاء نحن بالنهاية أبناء العراف والتقاليد وبفضل هذه العراف والتقاليد حسن إسلامنا كما يقال وعلينا أن نثبت هذا الإسلام وعلينا أن نكون حارسين على ديننا المرسل من السماء السابعة منذ ألف وخمسمائة عام عندما نبحث هذا الدين نجد أنه الدين منقول بالكامل هو أن هذا الدين الذي جرع نقله يرفض أعمال العقل فيه ويرفض مراجعته بأي شكل من أشكال ومع أن اللي يبتكر هذا النقل يعني هو بعقله لأنه فترة من الفترات جمعوا هذا المنقول وحللوه بطريقتهم وبعقلهم وهؤلاء كانوا كما واضح أنه المسألة كانوا يريدون تثبيت هذا النقل على حساب أي شيء آخر إذن أين هذا المنقول الذي نقلوه من العقل لابد أنه تستخدموا طريقة عقلية لكي ينقلوا هذا المنقول وإلا لا يمكن كيف تنقله كيف تختار ما هو ما يأجبك وما لا يأجبك كيف تحدد هذا صالح وذاك غير صالح يقولون بأننا وضعنا قواعد لعلم الحديث وما إلى ذلك قواعد لعلم أصول الفقه على أين رأسي لكن هذا لا يكفي أنتم وضعتم منهج كامل ولديكم مصالحكم وقضاياكم أنا لا أعرف ما حصل في ذلك الوقت فبالتالي هذا المنقول تم نقله لي بالطريقة محددة صحيحة وعلميا هم اشتغلوا عليه وتفاصيل لكن عموما المخطط العقل الذي خطط لبناء هذه المنظومة بالكامل هذا عقل أنا أشك به إذن بالنتيجة هذا الدين الذي وصلنا عن طريق عقل كبير خطط لهذا الموضوع بيكمله وقدم منه براهينه الكاملة كما يدعي لكن بالحقيقة هو الحيكل الكامل عليه شكوك كثير وإلا يعني لماذا عندما نراقب نفس النصوص التي جاءتنا من هذا المنقول نفسه لماذا لا نجد أن الرسول نفسه كتب هذا القرآن ليش ما كتبه بنفسه وأيضا ليش ما هو جمعه ليش تركه ومات بدون جمع وبدون حتى يعني هذا التساؤل يجب أن نسأل أنفسنا إذا هو ما كان القضية إلا علاقة بتحويله إلى كتاب كان قرآن موجود لكنه وهذه النصوص قرأوها يعني أجل في فترة بعد ذلك عمر بن الخطاب وقال أنه طلعت فكرة من عنده وقال نجمع هذا القرآن ولكي نحرص لكي لا تختلط لا تفتن الأم ومعلى ذلك وبعد ذلك تطورت فكرة الجمع وقام بها أثمان فإذا كان الرسول يريد لهذا القرآن أن يكون دستور لجميع الناس وإلى يوم القيامة إلى أبد الآبدين فلماذا تركه ولم كان هو أولى بأن يجمعه ثم ليش بعد ذلك يفرض علينا هذا النقل فقهاء العصر العباسي يعني ليش بعد ذلك إجاء وفقهاء العصر العباسي وفرضوا علينا هذه المسألة عليه أساس إذا هو نفس الرسول ما مهتم بالموضوع هذا الموضوع الذي دمر أجار كامله هذا التراث الذي الآن الممسوخ الذي يعني هذا التراث لا يرتقي ليكون حتى مرجع ودستور يعني هل يؤقل أن هذا التراث يصبح مرجع ودستور دائما لحياة الملايين من الناس هذا يعني أنا أستغرب الله التراث دائما يخرجلنا وحوش وخرجلنا فرق وخرجلنا حركات جرامية قاتلة تكتسح المنطقة يعني تخيلوا حتى قبل عشر سنوات ما صار على ثمان سنوات من 2014 ثمان سنوات اشتاحت اشتاحت نصف العراق ونصف سوريا شلون داعش منين اجتها طلعت من بطون هذا التراث نفس المنقول الذي ألفه وجمعه ورطقه ورونقه فقهاء العصر العباسي لمصالحهم وقالوا هذا التراث منقول بينما هم أهل المنقول نفسه أو السيد الأكبر أو النبي الذي أتى بهذا المنقول هو نفس لم يدونه لا قرآن ولا سنة المشكلة الأخرى أنه هذا المنقول هو عدة أجزاء هناك جزء الأساسي الذي جرى التدقيق فيه من قبل علماء الأمة كما يقولون هؤلاء هما هاي السيرة النبوية مؤخوذة من نصوص مسندة رواها الثقات كابرا عن كابر كما يقولون ووردت في صحاها المسلمين فهذه هي التي تصح في منقولاتها وتفاصيلها وأكو باحثين متخصصين في هذا المسأل ويعرفون أنه هذه أكو الطريق محدد للسند والرجال والتحقيق فيهم والراحة المبالي علم الرجال والجرح والتعديل فبالتالي تأكدوا منها لكن هذه كلها هذه كلها صحيحة موجودة لكن لماذا الناس عندما تأتي بهم بحاجة صحيحة يستغرب لماذا معناته هناك سيرتان أو منقولان منقول المزيف الذي ينقله أن الرجال الدين في الجوامع وفي المساجد وفي على يعني بروباقاندا الدينية لكن في الحقيقة هؤلاء كذبون وهذه الصورة هي التي زرعت في أقول الناس وليست الصورة الحقيقية لهذه المنقولات واللي أنا رح أكشفها وأرح أقدمها للناس كما هي وأيضا شا اسمه الصديق رشيد إيلال كشفها قدم لكم هاي الصورة الحقيقية وهو هاي المشكلة للناس ما تصدق هذه الصورة يعني هاي الصحاحة الأساسية هي نفسها الناس ما ترفضها لماذا ترفضها لأن هناك من نقل لهم السيرة والدين بطريقة مخطوئة وهم نفسهم رجال الدين وعدما تواجهها بالحقيقة يقول لك إيه هذا الحديث صحيح عدما يجيك عبدالله رشدي يقول لك إيه هو كده وعدما تحدث عن المعراج يقول لك لا هو المعراج هذا أساس من أساس الدين لكن قبلها سنوات يتحدثون عنه هذا مو قضية قضية بها جدل وأنه يعني مو حقيقية وعند حلقة عن إبراهيم إيسا كيف تورط في هذه المسألة وبعد ذلك أيضا قضية الاستغفار وبعد ذلك تحدث لك عن حرية وحقوق الإنسان وبعد ذلك اتضح أنه ما في حقوق بالله الناس ما تجهل هاي المسائل الأساسية فمن المسؤول عن هاي التلقينات العاطفية المذهبية هي اللي غذت البسطاء بمعلومات كلها مخطوة وصورت لهم أنه السيرة النبوية وكلها ما فيها أي خطأ لكن أي سيرة هاي السيرة اللي يحكوا لهم يا بالجوامع مو السيرة الحقيقية التي ترى التدقيق فيها يعني مو هاي اللي عندما تجي مشكلة يقول لك لا هذه يعني السيرة وضعت في تحت إشراف السلاطين والحكام والخلفاء السيئين وهؤلاء الظلمة لا ما كنت حاجة يجب أن نعرف الحقيقة هاي السيرة دقيقة وعشرات بالآلاف الفقهاء حققوها حققو تفاصيلها بالكامل بعيدا عن سلطة الرجال السلطة والخلفاء وهؤلاء وحتى كانوا الخلفاء لا يستطيعون التدخل في هذه الأمور كانوا المساء الموجودة ورجال ثقات يعني هناك حديث ثقات يعني لا يقبل الشك فبالتالي لا تصدقوا من يقول أن هذه السيرة كتبت بعد قرنين من حياة الرسول بالأكس بالأكس كتبت بالقرن الأول سنة ثمانين مقاتل مقاتل وغيرها هما بدأوا للسيرة يعني هو أصلا يا بن إسحاق توفى سنة 150 هجرية هو أصلا هو لا علاقة بالناس قبله أسماء كثيرة راحت من بالي الآن ما تحضرني واحد منهم اسمه مقاتل فهؤلاء بالعشرات كتبوا السيرة قبلها والمغازي وكثيرون المسألة ليست يعني فالتة أو تقولك لا هاي أشياء كتبت في العهد العباسي والآن سألتك نظريات بيقولك لا ماكو مكة ولا توجد مكة ولا توجد المدينة وحتى شخصية محمد غير موجودة هذا كل كلام لغط يصف صالح هذه الأسطورة التي يوحى لنا بها بأن كل هذا الإسلام كفي مشكلة وكل ناس وصلوا معلومات غلط هذا كل وهم في وهم علينا أن نعرف بأن السيرة والأحداث والصحاحة التي وصلتنا هي صحاحة صحيحة ووصلت عن مصادرها الصحيحة ولم تكتب في العصر العباسي كتب الكثير صحيحة في العصر العباسي لكن هذا الذي كتب جرى تنقيحها بشكل شديد ودقيق جدا واللي وصلنا واللي تأسس عليه الدين الإسلامي الذي نعرفه الآن بكل التفاصيل هو هذا الذي وصلنا كابرا يعني كابرا عن كابر وبشكل دقيق ولا يستطيع أحد التلاعب به وبصحته من اسم الجامع الصحيحة يعني من اسم الصحاحة الستة لماذا سميها الصحاحة الستة لأن هناك ناس يشتغلوا عليها بشكل دقيق جدا فلا لا يتي واحد ويظن بأنه فيها خطاع لا هي صحيحة وعدما نطابق بين القرآن وبين القرآن أيضا ما نقول لابد أن نفهم هذه الحقيقة عندما نطابق بين القرآن والسيرة ونطابق بعل الصحاح والحاديث نجد أن هناك تطابق كثير جدا يعني عكس ما يتصور جماعة القرآنيين وما لذلك الهدف من كل كل كلامي هذا أن ما وصلنا هو هذا طبعا بالتأكيد فيه أخطاء فيه كذا فيه أشياء مبالغات لكن بالنسبة الكبيرة هو هذا اللي وصلنا صحيح فبالتالي علينا أن نؤسس وضعنا ونؤسس مواقفنا على هذا الأساس أنه هذه الصورة الجميلة اللطيفة عن هذا الدين اللطيف السمح الذي جرى تشويه وهناك الأعداء والذين تجار الدين يعني تلاعبوا به هذا الصورة رجاء تخلصوا منها وعلينا أن نفهم الحقيقة أنه الناس كانت هناك غزوات وكانت بحث عن السلطة والمال والنساء يعني الناس مليارات يعني بأرقام اليوم مليارات يعني الجبال من الذهب كانت تحت أيديهم من أبو بكر إلى عمر إلى عبد الله بن عمر إلى إلى ابن عباس إلى الإمام علي إلى كلهم نص كسبوا مليارات وأتهم قصور وعبيد بالآلاف وأتهم نساء الزوجون الإمام الحسن متزوج تقريبا أربع ناموا 200-300 وهذا وأدي الأدلة الزوج معروف بأنه المطلاق حتى أبو وقف على المنبر قال لا تزوج الكثيرين من هذا النوع وحتى عمر أيضا تحدث عن ابن بطريقة سيئة قال عبد الله يعني يعني تحدث أنه يعني ما معنى أنه ليس بدرجة كاملة من النظر ما أذكر الحديث بالضبط يعني بمعنى ذول أول الدلال يعني من كثرة الفخفخة والمتعة التي يعيشون بحيث عبد الله ابن عمر يدخل في السوق ويختار الجواري الصدر ويتحسس بين الأفخاذ ويتحسس يعني عجيزة الجارية الصبية وهكذا وحتى الحسن والحسين يدخلون والإمام علي وكلهم يدخلون ويختارون ويشوفون البضاعة الجيدة أو الأمرأة الجيدة التي يستمتعون بها ويعيرون بعضهن إذا يجيهم ضيوف يعطون هذه المرأة لهم هذا كل كلام معروف يعني فيرجو أن لا نستغفر أنفسنا ونضحك عن نفسنا هذه هي الحقيقة وبعد ذلك كل واحد يجعل يختار اللي يأجب بس أن نبقى متسرنمين بهذه الأحلام والصورة الوردية التي زرعها في رؤوسنا رجال الدين أو رجال المنابر والخطب الجمعة علنا أن كف عن هذا هؤلاء هم ليس هم تجار الدين هؤلاء هم تجار الدين لكن بالطريقة مؤاكسة للتي نتصورها هؤلاء هم الذين حجبوا ما هو سيء في هذا التراث وبالعكس هؤلاء كانوا يحاولون تنقية هذا التراث وزرعوا بداخل الناس صورة جميلة وردية عن هذا الدين والتسامح وحريات وحقوق اليوم أنا شبهت واحد يتحدث عن الحرية في الإسلام حرية الرأي في الإسلام وكاتب له خمسين صفحة يتحدث عن حرية الرأي وحرية التعبير في زمن رسول تخيلوا هذا يعني يعني يتحدث بالثقة كاملة ما معقول هل يؤقل أنه إنسان يوصل لهذه الدرجة من السذاجة ما أعرف من البهول والله ما أعرف المهم أنا دعوتي للجميع أن لا يستزعرون من شأنهم وعليهم أن يبحثون بدقة عن كل هاي التفاصيل لأننا بحاجة البحص هالأسس وتفكيكها وتحليلها ومعرفة حقائق وأن نتجنب هذه الصورة الوردية الزراحة بداخلنا الرجال الخطب والمنابر والفضائيات وهذا الكلام اللطيف لا روح على أمهات الكتب نفسها لا تستمع لهؤلاء روح أنت نفسك إذا أنت متدين حقيقي روح الدنيج الكتب أمهات الكتب وعرف بأن الصحاحة لا تقبل أنتحيد يمينا ويسار بعد ذلك حدد موقفك وهنا السؤال الأساسي اللي راح أطرق له واللي آني هدفي من كل هذا الفيديو وهو أنه ماكوش اسمه نقد لطيف وخفيف وضريف ويراعي مشاعر الآخرين لا لا يوجد جميع أنواع النقد مؤلمة ولا بد لنا أن نتقبل الأمر إحنا أشبه الناس مرضى وعلينا نتقبل التشريح الجراح أو جروحنا كلها نازفة وألينا أن نقبل أن يأتي شخص ويخيط جراحنا بالتالي الاستفزاز النقدي مطلوب فماقمة نقد ليس فيه أي استفزاز يجب أن نكون راديكاليين في الاستفزاز وفي النقد يعني قل لي كم أنت مستفز في قولك أقول لك كم أنت مبدأ وكم أنت مرتفع مرتفع أو تجاوز سقف سقف المعرفة التقليدية أو الشائعة علينا أن نكونها بهذه الروحية وعلينا أن نعرف ونعرف أنك عندما تكون لديك هذه القابلة يعني أن ترى وتحلل وتعبر عن رأيك الصريح بدون وترفع هذه الغشاوة التي يحاول الجميع أن يلقيها عليك أنت تفرح وتكتشف أن أنت إنسان بمعنى الكريمة ولديه رأيه ونديه قدرته على التحليل والخروج من هذه الوصاية المزيفة القاتلة والمجرمة بكل ما في الكلمة من معنى بالتالي فإن الاستفزاز المعرفي هو المفهوم الذي نستطيع تطويره وجعله أداة فعالة لمراجعة منظوماتنا المعرفية على هذا الأساس لا وجود ما يسمى نقد هادف أو غير هادف كل النقد هو نقد موضوعي لأننا في خضم مشاكل هائلة جدا علينا أن نكون صريحين والهدف هو أنه ننهل من معرفة جديدة والحصول على معرفة جديدة لا يحدث بالطريقة التي نقول فيها أنه هذا مقدس يجب أن نحيه جاب هذا الجانب هو الذي لا يجوز المساس به لأنه قضية مقدسة ونازلة من السماء السابعة أو أنها مسألة لا تقبل النقاش لا بالأكس هي كل قضية ندعي بأنها مقدسة ولا يمكن التوغل فيها هي هذه باللبط التي علينا أن نتحرش بها بصراحة نتحرش ونفككها ونحللها بالكامل بالتالي من ينزعج من هذا النقط هو يؤكد الدليل على تعصبه تعصب هذا الشخص المنزعج وانغلاقه وانعدام شخصيته هذا هو جزء من القطيع أصبح علينا أن ننتبه لهذه المسألة وهذه نقطة بالتأكيد شخص من هذا النوع الذي يتعصب وينفعل فعليه أن يعرف بأنه هو منسجم مع القطيع أو هو شخص محسوب على القطيع وعصبيته وانزعاجه مصدره هو هذا الإحساس بأنه هو المعرفة التي المزيفة التي صدقها عليها أن يراجعها هنا يشعر بأنه مهمة كبيرة جدا وتأتمد على قدرته إذا كان إنسان عند قدرة وعند أنف وعند أدى بقايا تفرد وبقايا من كينونت الحقيقية يستطيع أن يتحمل الصدمة ويخرج من ألتها لكن بعد معاناة أما أن يجي واحد رأسا يحاول لبررها ويقول لا لأنه القضية كذا وكذا فهذا شخص متعصب أو مغسول أو شخص يعني تم استلابه بالكامل وهؤلاء يتحججون بقيمة هذا مقدس وهذه أشياء أنه الدين صحيح وأن الدولة صحيحة وهذا الحاكم غير ظالم وهذا يعني يرتق ويحاول تصوير الأمور بالطريقة التي تجعله يعني يسير مع القطيع ولا يحاول أن يقوم بأي شيء مخالف لمشيئة القطيع أو ما يظن بأنها هي مشيئة القطيع ولهؤلاء كله مهما أنتم تشعرون بأنه تمت إهانتكم أو تعرض لمقدساتكم ومهما صراخت ومهما حاولت ومهما حوقلت وشوقلت فهذا بالنتيجة ما راح تدفع شيء عن دينك أو إيمانك أو أي قضية أنت تدافع عنها أو تعتقد أنها هي الحق كله بالنهاية لابد عليك أن تراجع هذا المؤتقد الخاص بك وتعرف بأن ما تم إخفائه عنك كبير جدا وعليك أن تعرف بأن هذا الشيء ما تؤمن به في نسبته الكبرى خاطئ ومزيف وليس هو حتى هو نفس الإيمان الذي تؤمن به هذا أصلا مبني على أسس غير حقيقية ومزيفة ونحن نكشف لك الحقيقة وبعد ذلك قل ما تشاء أما أن تنزعج وتقول لا الحقيقة غير هذه إنما هي التي قالها للشيخ على المنابر فهذا مسألة خصك وعليك أن تعرف بأنه هؤلاء هم الكذابون وهم تجار الدين الدين اللطيف يعني عكس التصور أنه هؤلاء تجار الدين هؤلاء يتاجرون بالدين بصورة اللطيفة بالعكس هؤلاء يعملون يغشون بالبضاء ويقدموها لك بطريقة جميلة لكن البضاعة الحقيقية بضاعة أغلبها بضاعة فاسدة ولا يعني لا يوجد إنسان طبيعي يتقبلها أختي ما أقول أنه أمر طبيعي أنه الإنسان يستفز حين يتعرض انتماء للجماعة أو للخدش أو التشكيك فبالتالي هذا يعتبر هجوم شخصي عليه هذا معنى أن المشكلة بالنسبة لي لا تعلق بالحقيقة إنما بالانتماء والإحساس بالانتماء لهذه الجماعة فأنا يعني أعذر هذا الشخص وأقول عليك أن تحاول أن تصمت لأنه تيار التنوير جاي جاي يعني ما تقدر تقاومه بعد يعني ممكن تقاومه اليوم أو عشر سنين لكن الآن بدأت الأمور تتكشف والحقائق تتكشف بشكل دقيق وواضح لا يقبل جدل مهما تجري العملات طمطم حاليا فهذا حالة بؤس كاملة بدليل أنه السنوات الأخيرة بدأت تتكشف الأمور وبدأ كثير من رجال الدين خاصة نصفين يقول هو كده يعني هذا الدين هو هكذا ما عندنا شي ثاني لا نحاول بعد الآن أن نجمل هذه الصورة لهذا الدين لهو هكذا وهذا مقدس ونحن لا نستطيع مجادلة مجادلة الله ولا رسوله ونحن مجرد تابعين وما يقولون هو صحيح بغض النظر ولا نعمل العقل فيه ولا نفكر فيه إنما نطبقه كما هو هؤلاء بدأوا هذا علامة استسلام حقيقية وعليك أن تعرف أنه هذه معناتها أنه التنوير الحقيقي راح يجرف كل شيء وراح يكون هو المعيار الأساسي وهو اللي راح يصنع أتحدث عن الثابت وعن التنوير وأسس التنوير وقضايا الأخرى مع السلام